اشتركوا في القناة بين ايدي المستشهرين فقط لتسهيل حملتهم الإشارية على النت وإتاحتها للجميع نحن في شركة Adlaive Digital Network نحن نتفلق الابليكاشون الاسمية Adlaive Digital الابليكاشون Adlaive Digital يمكن أن يخلق أي واحد عنده كونت مع Adlaive أنه يخلق قوافل إشارية وديجيطال مباشرة بدون انتصال مع الموقع الإلكتروني نحن نخلق شركة انغيزه أكثر من 300 سات مغربي وضفنا لهم اتفاقية مع فيسبوك وغوغل ويوتيوب وإنستغرام لكي نمكنه مع أي شركة في المغرب عنده رغباء أنها تكون بحضر الحملة وقافلة شهرية Adlaive Digital أنها بدون بصفة مباشرة بدون انتصال مع المستشهرين وبعد عمليات أقل من خمسة عمليات وفي أقل 10 دقائق ممكن أن ديماس جالة الحملة الإشارية جالة تخرج من البيس جالة مباشرة في المواقع الإلكترونية تطبيق Adlaive Digital Network يتيح في خمسة دقائق وبلمسة زر وضع كل المواقع التي يرغب المستشهرون في اقتناء مساحة إشهارية منها في سلة مقتنياتهم بطريقة سهلة وسلسة واحدة طريقة سهلة في مجرد أن تأخذ لحسن ستعمل واحدة الفورمولار التي لديك رغبة لكي تحل المساحة معنا وفي المناسب القسم التجاري ستصل بك لكي يطاقك جميع المعلومات التي هي لازمها لكي تخلق المساحة في مجرد أن تخلق المساحة لديك إمكانية أن تدخل وتتجعل مباشرة إذن ستعزل المواقع الإلكترونية التي هي خاصة بك وبهذه الحملة بالنسبة للشركات التي لديك وبالنسبة للجميع أنها الناس التي تريد أن تصل بهم عندما تعزل هذه المواقع الإلكترونية من ضمن المواقع الإلكترونية المغربية الكبرى تضيف لها فيسبوك، تضيف لها جوجل، تضيف لها يوتيوب تضيف لها جوجل وادسنس تشعر على يوتيوب وكذلك على انستغرام ويجعل مجموعين في محطة واحدة بجرد أنك تعزل هذه المواقع الإلكترونية التي تريدونها أن تكون في مستشعر مكتروني ويجعل أنك ستصل على مستشعر للشركات التي قامت بها ستجمع هذه المواقع الإلكترونية ومعجبهم بمواقع الإلكترونية بعد هذه العملية ستضيف الإيماج التي تريدونها ما هي الفيزيويل التي تدخل في المنطقة عندما تضيف هذا الفيزيويل هي عملية سهلة تختار تاريخ الحملة الإشارية تختار الوضع الذي تريدونها كميات ما ستضيف من مرة في استيطرق موحد في استيطرق الجوج ومن بعد تقوم بعمل وبعد 5-10 دقائق تكون الحملة الإشارية في جميع المواقع في جميع المواقع AdLive Digital Network تطبيق يستهدف الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى ولا يستثني الأفراد والمواهب فبسهولة التعامل مع التطبيق لن يبقى الإشار على النات حكرا على أحد وسيصبح متاحا للجميع نحن الابليكاسون لدينا أخذت عندها واحد النظرة ما هي النظرة؟ هي واحد الشيء اللي هو اسمته الميديا ديجيطال لأنه الإشار عبر الانترنت هو الميديا ديجيطال كما أنه واحد المسألة هي مركبة ولكنها هي بسيطة نحن الطريقة لكي نستطيع الابليكاسون هي لكي نستطيع جميع هذه العمليات نحن نستطيع المستشارين الكبار كالشركات الكبرى المعروفة على السوق المغربي وكذلك وكذلك الأجانس الميديا الموكالات الإعلامية ومن بعد هذه المرحلة هذه نفتحوا الابليكاسون لأي واحد لديه رغبة سواء كان محل تجاري صغير سواء كان شخص مثلا يوتيوبر مغربي يخرج ديكابسول فيديو ويعطيهم شغرة هذا ممكن لأننا في نحن نعمل مع الشركات الكبرى ومستشارين الكبار وكذلك نعمل مع الشركات الصغرى وكذلك الأفراد اليوم الوضع ما هو أنا كمستشار أريد أن ندوز لدي مثلا البروديو أريد أن نقصد به الطبقة الشابة مثلا الذين لديهم ما بين 20 إلى 35 عام ما سوف نقصد سوف ندخل الانترنت ونقلب على هذه الموقع الإلكترونية نتصل بكل واحد نفرض أن 15 موقع الإلكترونيين سوف نتصل إلى 15 موقع الإلكترونيين 15 إلى واحد لنطلب لهم كل موقع وهذه العملية تطلب وقت كبير وفيها نعمل شركة الموقع الإلكترونيين المغربية الكبرى وأخ الكبرى دخلنا في المستشار المستشار يدخل المستشار لديه جميع الأتمانة إذاً 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 اختار الموقع رقم واحد يرى جميع أو من هذه المرحلة يمكن أن يرى جميع الأتمانة إذاً مجرد أنه يأخذ مجرد 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 فكرة التطبيق الذكي والخدوم أدلايف ديجيتال نتورك جاءت كحل لتخفيف العبء على طاقم شركة أدلايف ولتقليص زمن العمليات الإشهارية الرقمية الكلاسيكية وهو ثمرة مجهود مستمر امتد لأزيد من 18 شهراً كما يقولون سوو المريض لا تسوووش الطبيب اليوم أنا كنت عندي أجنس ديجيتال كنا مع الوقت لاشادي اسباس ديجيتال لاشادي ببليسيتي على الانترنت والتي تشكل واحد النسبة أكبر وأكبر من المبيعات والجستيون هذه الكامبان ببليسيتي هذه المراحل اللي حكيتها لك تطلب واحد الوقت أكبر وأكبر منها لكي نعينها ولكن كانت واحد تفكير بسيط هو كيف هذه الشركة تتعوض وتفوت هذه العرقلة الوقت اللي تطلب ببليسيتي إذن هذه كانت واحد الفكرة وكانت واحد التطور الطبيعي لأن كان لازم نجيب واحد الفكرة لكي نتفوقوا على هذه العرقلة نتفوق حاليا الأغلب المستشارين وإنما لا نقول كلهم يعملون بطريقة تقليدية ما هي الطريقة تقليدية؟ هي التي شرحت لك لكي نعطيك واحد المقارنة اليوم إذا تريد تشري واحد تذكير الطيارة أو تأخذ عشر سنين كان أي شخص يذهب إلى وكالات الأصفار الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويطلب الوكالة ويطلب الوكالة ويطلب الوكالة ويطلب الوكالة أربعة أو خمسة على حسب المدن التي تريد تزورهم هناك إذا نعمل تفклад الجسwork إلى سنbes واكالات الأصفار ويطلب الوكالة والثانية والرابعة ويطلب الوكالة ويطلب الوكال ولا تتخلي ما هي ă at epidemic ما هي ت hakkاصل أ Hendelive بالنسبةjar الدميق son a المنافسين herman الآن يعملون بطريقة تقليدية في حين أن أدلايف بهذا الاستثمار الذي قمنا به على المستوى الإلكتروني وعلى مستوى الابليكاسون التي طلبت أكثر من عام ونصف جل الديفلوبمون هذه هي الميزة الكبرى جل أدلايف بمسبب المنافسين جيلو المستشهرون لن يبذلوا جهدا للعطور والتعامل مع المواقع الإلكترونية التي يودون الاستفادة من خدماتها شأن المواقع الإلكترونية التي ستكون على مرءا من كبار المستشهرين وبدون عناء كما أن الآداء على غير العادة سيكون بالدرهم المغربي اليوم هذا الآن تحدثت لكم ما هو الزفانتاج بالنسبة للمستشهرين ولكن كان واحدة الفئة أخرى هي التي تستفيد من الابليكاسون هي أصحاب المواقع الإلكترونية اليوم أصحاب المواقع الإلكترونية كان واحدة الفئة قليلة منهم ومن المواقع الإلكترونية التي تدوز في الحملات الإشارية من المستشهرين الكبار الفئة الأخرى التي تشكي 80 من مواقع الإلكترونية المغربية تدخل مدخول أساساً من جوجل من جوجل أدسنس ولكن جوجل أدسنس بالنسبة للمنطقة المغرب لا يوجد مدخول كبير بالنسبة للمواقع الإلكترونية إذن ما هو الحل؟ الفكرة للمواقع الإلكترونية أنها تمكن جميع أصحاب المواقع الإلكترونية أن يكونوا في التصاصل مباشر مع المستشهرين الكبار هذا هو الأفضل المهم بالنسبة للمواقع الإلكترونية لأنهم يمكنهم أن يضاعفهم لمدخولهم خمس عشر مرات بالنسبة للمدخول الذي يأخذهم اليوم من جوجل أدسنس هذا هو أحد المهم بالنسبة للمواقع الإلكترونية لأنه يجب أن تعلم بأنه كان كتار من 50% الاستثمارات الإشارية التي تدوز في الإنترنت التي تمشي مباشرة عند جوجل وفيسبوك إذاً تخرج على السوق المغربي ويستفيدون منها أصحاب المواقع الإلكترونية المغربية وهناك ميزة مهمة أخرى التي ألنسيت أن أشرتها هي أن الأداء في الإبليكات الأدلايف هو بالدهم إذاً أي شخص يريد أن يشاره في الإبليكات في فيسبوك، أو في جوجل، أو في اليوتيوب يمكن أن يؤدي مباشرة على الإبليكات الأدلايف سواء في وفا كاش في البنك أو في أي طريقة وبالبطاقة الأداء كذلك بالدرهم ما عندو سلاسة يمشيها وخد بطاقة الأداء أجنابية أو يدخل في العمليات التي هي ما تكون مريحة كما طورت وابتكرت أدلايف تعد بالمزيد بطموح استثنائي هدفه إرضاء المستشهرين والمواقع الإلكترونية على السواء أدلايف ديجيطال نتوارك هي شبكة مواقع الإلكترونية إذن الطموح دينا هو أن نكبرو هذه الشبكة الإلكترونية شواء شبكة المواقع الإلكترونية التي تكون من تمي الأدلايف ومن جهة أخرى الرغبة دينا والطموح هو أنه نطوروا بعض الخدامات أكتر وأكتر لخدمة هذه المواقع الإلكترونية اللي يكونون زبناء دينا وشركاء وكذلك من جهة أخرى المستشهرين اللي هم انخارطوا الأبليكاسون أدلايف وكرتكرهم اليوم للمساركين اللي كانوا من أوائل المساركين في الأبليكاسون أدلايف وهذه الرغبة دينا والطموح وللتعرف أكثر عن امتيازات أدلايف ديجيطال نتوارك تضرب شركة أدلايف موعدا لكم مساء الرابع والعشرين من مارس الجاري بفندق صوفيتيل بالدار البيضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر